السلام عليكم و مرحبا بكم معي في فيديو جديد اليوم ان شاء الله سنقوم بعمل شمبينيون او الفطر الطازج مع سوس بشمال في الفرن يأتي من اروح ما يكون مباشرة نشوفوا طريقة التحذير في مقلاد تحولي مغرف كبيرة اونس زيت زيتون زيت عليها اربع ريسان بصلة خضرة ما كانتش عندي البصلة مدورة ثم اذا كان عندكم بصلة مدورة تقدروا تقطعوها مربعات صغار برك انا قدرت هذيك البصلة ببالة تبرك شوية زيت عليها الشمبينيون هنا الشمبينيون كنت اغسلته و قطعت الحبة على 4 بعدها زيت عليهم زو سنتهم سكرفشتهم ونخلي ذرك هذك الشمبينيون خلطه مع البصلة والثوم نزيد عليها ذركة شوية ملح وشوية فلفل لكحل نخلط دركة هذك الشمبينيون حكذا كما راكم شفتوا بعد مدة شوية برك يبدأ يطلقنا هذك الماء انا نخلي الشمبينيون طيب في المنتاع وحتى ان ينشف اهنايا بعد ما نشف من هذك الماء ونطفي عليه ونخليها بجهة نجي نوجده كصوص بشامل في كاسرول درت مغرف كبيرة زبدة زيت عليها مغرف كبيرة فارينة نبقى نخلط في هذيك الفارينة مع الزبدة نخلطها مليح باش تنحنا ريحة الفارينة ونبعد في الصوص نتاع البشامل اهنا الكمياء اللي يدر تاع تاع البشامل وان تاع الشمبينيون كمياء صغيرة اهنا تمت البشامل تديروا على الحساب الكميان تاع الشمبينيون اللي عندكم زيت عليها هنه كاس انت حليب بارد نبقى نخلط دركة في هذيك الحليب مع الفارينة والزبدة مليح نزيد عليها شوية ملح وشوية فلفل كحل واذا كانت عندكم جوست طيب تقدرو تسكرفجوها شوية نخلط هكذا شوية قسمة واذا تقالي هذيك الشمبينيون تبدأ تدير اللي فيه هذوك الفوقاهات نطفيه لها اهنا كنت انا جبت هذا الغامكة اللي راح ندير فيها الشمبينيون انتم ما ديروا في اي غامكة حبيتوا مندهنها موالو مباشرة نفرغ فيها هذك الشمبينيون ونزيد عليها سوس بشامال ملفوك لدينا الشمبينيون بعدها اجبت هنا فورماج ربيتوا شوفوا اي نوع انتاع فورماج حبيتوا وهم يكون يذوب درتوا هكذا من الفوق وخليت هنا هبان شمبينيون قسمته هكذا كي ما عكم تشوفو شرائع حلقا شبحت بها برك من الفوق و ندخل شمبيونون والغام كانت تاعي كنت نمشي على الفرن على 160 درجة من الفوق و متحت تدي لي برك هذيك التحميراء الفوق و نخرج الغام كانت تاعي هنا بعد مباشرة ما خرجتها ريس خونة زينتها بالمعدنوس وهذه هي شمبيونون تاعنا بسوس بشامل كما قلت لكم يجي من ارواح ما يكون تقدروا و ترافقوه مع روز ولا مع حاجة اللي حبيتوها الى كان درتوه كمية كبيرة هذي هالصوص بشامل بعد ما خرجت هنالغام كراهي مازالها سخونة و شفتوا هذيك الفورماج كيف اشدرنا هذيك اللون الحمر اتمنى تجربوا هذي الوصفة ان شاء الله تعجبكم و ما نقولكم انتظروني في فيديو لاحق و مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة